في الظاهر يبدو الفيديو الذي بثته وكالة الأنباء السعودية مجرد توثيق لحدث رسمي عابر ولكن بين سطور أداء سفيري المملكة الجديدين إلى أوكرانيا والأوروكويل قسم أمام الملك سلمان ثمت رسائل واضحة مفادها ضحض الشائعات عن توعك صحته أو وفاته والتي غزت الفضائين الإعلامي والافتراضي عقب الأنباء عن اعتقالات طالت أربعة من كبار الأمراء هم شقيق الملك أحمد بن عبد العزيز ونجله نايف وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه نواف فضلا عن عشرات الضباط والمسؤولين الحكوميين وغذت الاعتقالات التكهنات بشأن الدوافة فيما تناقضت تفسيرات التي تناقلتها الوكالات والصحف الغربية بحسب اختلاف مصادرها فولد ستريت جورنل التي كانت السباقة إلى نشر خبر الاعتقالات وتحدثت لاحقا عن توسع نطاقها حددت نقلا عن مصادر سعودية وغربية هدفها في إحباط ما وصفته بالانقلاب الذي يستهدف الصعودة محمد بن سلمان غير أن الصحيفة نقلت عن مصادر أخرى في العائلة المالكة تشكيكها بصحة التهم الموجهة إلى الأمير أحمد وتساند مصادر رويترز رواية الانقلاب مقدمة تفاصيل أكثر عن اتصالات تقول إن المعتقلين أجروها مع دول خارجية بينها أمريكا ومع قبائل محلية بغرض تدبيره بيد أن الوكالة تسوق نقلا عن مصادر أخرى فرضية وقوف المعتقلين كحجر عثرة في دربي ولي العهد محمد بن سلمان نحو العرش بالنظر إلى أن شقيق الملك أحمد كان خيار الساعين إلى تغيير قواعد التوريث بعيدا عن بن سلمان سيناريو ترجحه مصادر الأسوشيتد برس نافية صحة الأنباء عن انقلاب وتدرج الوكالة الاعتقال في سياق التخلص من المنافسين المحتملين لمحمد بن سلمان وبوصفه رسالة تحذير لمعارديه من داخل الأسرة الحاكمة وفيما تتأرجح الدوافع بين فرضية الانقلاب وصراع الأجنحة داخل العائلة الحاكمة عزز توقيت الاعتقالات فرضية الانتقال الوشيك للسلطة في المملكة وزادت تغريدة غامضة للإماراتي حمد المزروعي الذي تنبأ سابقا بأحداث سعودية بارزة من قلق السعوديين على صحة مالكهم وهذا ما قد يفسر مسارعة السلطات لبث ما من شأنه أن يضحض هذه الأنباء